السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا لا يوم الجمعة ثمانية آذار مارس وبما أنه توقعتنا لا يوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر اليوم موجود في برج الدلو ورح يظل موجود في برج الدلو لغاية الساعة وحدة وثلاث دقائق بعد منتصف هاي الليلة الهيلة الجمعة على السب لا ينتقل القمر بعديها لبرج الحوت يعني في ساعة المساء في عنا قلو مسر القمر الآن موجود في منزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والظفر والعقد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و25 دقيقة ظهرا من ظهر اليوم الجمعة لا ينتقل القمر لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة وبما أن القمر موجود في برج الدلو اليوم معناته من الشعر اليوم أنه بحاجة ماسة جدا للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادي منها من ود الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة للحياة بيميل الأشخاص من حولها للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صداقات جديدة أو تغيير مظهرنا مثل قصة شعرنا أو شراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا وتجربة أطعم جديدة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون الساعة ستة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك ابتجعلنا سريعين التأثر وعاندين وغاربين الأطوار وبتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو في العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن انها تعرضنا للفراق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ممتزجة ما بين عطارد وما بين نبتون هاي الزاوية راح تكون الساعة الثلاثة وخمس دقائق عصراً بتوقيت جرينتش ومعنى ممتزجة يعني خليط ما بين السعادة والنحوسة في نفس الوقت نصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة وبتساعدنا في إنجاز الأعمال الصعبة والأعمال الفكرية هذا من ناحية إيجابية أما من ناحية سلبية فهي بتجعلنا غير منطقيين في تفكيرنا وممكن تسببنا اضطرابات نفسية وتدفعنا للخداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية راح تكون الساعة ستة وخمس وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا إنه نعيش أوقات ممتعة جدا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار للقمر اللي هو الخلو السلبي راح يبدأ الساعة ستة وخمس وخمسين دقيقة مساء من مساء اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش ورح يستمر لغاية الساعة وحدة وثلاث دقائق بعد منتصف الليل ليل الجمعة على السبت لا يستقر القمر بعديها في برج الحوت هذا بيعني إنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم أن نعمل لها عمليات جراحية كبرى إلا إذا كانت اضطرارية عند بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد هرمونات الغد الدرقية أما باقي عضاء الجسم فما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 27 يوم الساعة 2.46 دقيقة فجراً بصير 28 يوم أو بنبدأ في اليوم الثمانية وعشرين نسبة الإضاءة 3% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيد بنسبة عشرة في المية الآن أما ساعات المساء المتأخرة وساعات المساء بصير منتحس بنسبة عشرة في المية القمر في الدلو حتى يوم تسعة ثلاثة منتحس الآن بنسبة أربعين في المية ساعات الصباح منتحس بنسبة عشرة في المية ساعات المساء سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارت في الحوت حتى يوم 10-3 منتحس بنسبة 25% الزهرة في الدلو حتى يوم 11-3 منتحس بنسبة 50% المريخ في الدلو حتى يوم 22-3 منتحس بنسبة 40% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% وقرى نصف الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطه اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء منكم اشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضر حفلة او مناسبة سعيدة اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة في نوع من انواع التحالف ما بينك وبين احد الزملاء والاصدقاء او احد الجيران اهم مش انك ما تبقى وحيد حاول انك تخرج للقاء الناس برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل قدم افضل ما لديك لعلك تحقق انجاز او تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية او الشخصية المطلوب منك انك تكون على قدر المسئولية فترى فيها شوية صعوبة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة ابتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وممكن تشاركوا في حملة او ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم ابتلتقي بوجوه واراء وثقافات مختلفة اجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل عزز العلاقات الاجتماعية والعائلية فالفترة مثمرة على جميع الاصعدة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتعيد تنظيم اموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة او تعويض ولكن من جهة اخرى يجب الحذر من اي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك اطالة الخلاف والزعل بل سارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك ادارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع ارث او موضوع مالي برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد بترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني اهم شي انك ما تنفعل وحول الاضاءة حول الايجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية واعصاب بردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا انجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وبرضو بتكنتبهوا لغذاءكم وراحتكم وما تسمحوا لواجباتكم بالتزامن ولا بالتراكم كونوا اكثر تنظيما واحسنوا ادارة الوقت اتجنبوا اثارة العدوات واهمال وضعكم الصحي واخدوا قصتي من الراحة واهدأوا وكونوا عند حسن الظن برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتشتد رغبتكم في التقرب من احباءكم وقضاء وقت ممتع معاهم فترة مثمرة ايجابية بتستعيد اشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولا تكرار المحاولات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتحتل الامور البيتية والعائلية القسط الاكبر من تفكيركم وبتجد تعاون من افراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية او غيرها اهمش انك ما تفقد الاتزان وثقة الاحبة ممكن تقلق بشأن مع صحة احد افراد العائلة او ربما مسألة شخصية وفي اليوم بعض المصاريف الاضافية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم اشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتك مناقشة الامور الصعبة وطرح افكار جديدة وممكن تحصل على فرصة جديدة تفسر من خلالها مشاعرك او تبرر مواقفك وبتنشطه بالتنقلات والاتصالات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل اضافي مع هيك بتكونوا حذرين من اي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالجوا استحقاق مالي اهم مش انه ما تتسرعوا بتوظيف الاموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو تبدأوا اليوم فترة افضل من الايام الماضية بتعدلكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة ادعم من مركزكم الاجتماعي انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة وواقعية الامور تشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي حاولوا تنظيم اموركم والمحافظة على صبركم المعهود اثناء تصريف الامور والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير او من سوء تفاهم او التباس حاذر من البدء باي شيء جديد ولا تسمح للقلق انه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط ونظم امورك وضاعف مجهودك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله اله وحفظه الى اللقاء